الشفاعة أحسن الله إليكم مصري مقيم بالرياض يقول أرجو من الشيخ أن يتحدث عن الشفاعة وهل هي خاصة بأنبياء وصالحين فقط أم هي عامة الشفاعة حق لكنها بشرطين الشرط الأول أن تكون بإذن الله ولا يشفعون من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه قوله وعمله وهو المسلم الذي استحق دخول النار بسبب ذنب أو ذنوب وقع فيها فتنفعه الشفاعة بإذن الله أما الكافر فلا تنفعه شفاعة الشافعين كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال جل وعلا ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهو لا يرضى عن الكفار والمشركين نعم اشتركوا في الوصف